موسيقى على الود والمحبة مشاهدين نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم مدون ضيفي لهذا الأسبوع هو المدون ياسر الحمداني أهلا وسهلا بك في البداية نرحب بك في هذا السوديو ونتمنى أن نخرج بحلقة مثمرة إن شاء الله وأن تعمل فائدة للجميع من خلال المعلومات التي سنعطيها والأجوبة التي سنعطيها ردا على أسئلة البرنامج إن شاء الله إذا ما أردنا مشاهدين الكرام أن نبدأ أولى فقرات هذا البرنامج وهي فقرة تدوينة الضيف ضيفنا كتب تدوينة يقول فيها صراعات غير معلنة تقف وراءها جهاد تتبع الحكومة لاستثمار كورنيش المدينة القديمة في الموصل على حساب سكانها القدمة تدوينة تعطي معلومة الجميع يعرفها ولكن القليل من يتكلم عنها إذا ما أردنا أن نناقش هذه التدوينة مع ضيفنا نقول من هي الجهات التي تتحدثون عنها في تدوينتكم هذه نعم أولا كل عام أنت بخير سنسعيدة عليكم وعلى أخوتنا المسيحيين وإن شاء الله يا ربي عام 2021 يكون عام خير واستقرار للعراق ولمدينة الموصل إن شاء الله ونحظة نينة وعلى وجه الصور إن شاء الله حقيقة يعني هناك تداخلات كثيرة في ما يحدث في مدينة الموصل من إعمار من أمور كثيرة لأسيما المناطق التي دمرت في الحرب الأخيرة قبل ثلاث سنوات أعلن النصر وتحررت مدينة الموصل ولكن لا تزال بعض المناطق نرى فيها الخراب والنمار ولم تضع لها حلولا لإعمار هذه المناطق لاسيما منطقة الشهوان والميدان المنطقة القديمة بالذات المنطقة القديمة تحتوي على آلاف البيوت التي دمرت لحد الآن الحكومة لم تقم بتعويض هؤلاء الأصحاب المنازل لم تقم بإعمار المدينة أمور كثيرة لم تقم بها الحكومة للأسف لأسباب ربما لا أعرف لماذا هذا التأخير والتشويف يعني مسألة الدور القديمة في الميدان والشهوان مسألة جداً بسيطة لو أرادت لو كانت الحكومة جادة في إعمار هذه المنازل مساحة البيوت جداً صخيرة لا تتجاوز أكثر أرض 100 متر أو 70 متر و30 متر أو 40 متر كلها صغيرة ولكن بسبب السراعات على تلك المنطقة ربما الحكومة كانت متعمدة بتشويف وتأخير إعمار تلك المنطقة كان هناك مقترحة وكان هناك دراسة لعمل كورنيش في المدينة القديمة هذا كورنيش استثمار ولكن بسبب السراعات الغير معلنة التي ذكرتها تم تأخير هذا المشهو أو ربما أغلب أهالي مدينة الموصل لم يرضوا ببيع أراضيهم يعني أهالي الموصل متزين بأرضهم متزين بمنطقتهم ما يريدون ببيعها يعني هناك مجموعة من الآراء البعض يقول لماذا لا نستثمر المنطقة القديمة لتصبح منفذاً سياحياً يضافه إلى المنافذ السياحية في مدينة الموصل على اعتبار أنها تقع على ضفاف ولماذا لا تستثمر مناطق أخرى ولماذا تتمسون معالم هذه المدينة القديمة صح البعض الآخر الشراعات التي توجد بهذه المدينة أو المدينة القديمة بالذات هناك مجارين أو ضريحين يحياء أبو القاسم والإمام الباهر وأيضاً مساجد أخرى قديمة هذه تدور عليها الشراعات الكل يريد أن يهيمن على هذا المسجد وذلك المسجد وأيضاً أوقاف تلك المناطق ما الغرب من هيمن على المساجد يعني كما حدث قبل أيام كان هناك قرار تقاسم الأملاك ما بين الوقفين الشيع والسني وبالتالي الكل يبحث عن أخذ ما يستطيع أخذه من أملاك تعود للوقاف طبعاً المنطقة بيعت مئات الأراضي مئات الدور المهدمة بيعت طبعاً الآن؟ نعم الآن بالتعاون مع بعض أصحاب العقار من المكاتب الآن الحكومة تحاول شراء تلك المنازل لتنفيذ هذا المشروع أغلب سكان أهالي المنطقة أنا التقيت أنا ما بين يوم ويوم أذهب إلى تلك المنطقة المنطقة هي منطقة تربيت فيها أصحاب تلك المنطقة أصدقائي أقاربي يتحدثون أن هناك أشخاص يأتون بين الحين والآخر لشراء تلك الأراضي الآن الحكومة تحاول شراء تلك الدور المهدمة لتنفيذ ذلك المشروع وأنا أقول أغلب أهالي مدية الموصل وسكان مدية الموصل لا يجالون يعتزون بتلك المنطقة لا يجالون يرفضون بيع دورهم لا يجالون يرفضون لا يجالون مسررين على الحياة ولكن تقول هناك المئات قد بيعت نعم نعم وساحات كبيرة أو قطع كبيرة تم بيعها من قبل سكانها لأن التأخير والتسويف أضر بهم أغلبية سكان ذلك المدينة تحولوا إلى جانب العيسر وبالإيجارات فهذا أثّر أن يبيع أرض ومنزلة حتى يخلى شقة يخلى أرض ويبنيها حتى يخلص من الإيجار للأسف هذا الصراع القائم يعني لا زال مستمرا ولا زالت الحكومة تؤخر إعمار تلك المنطقة يعني أنت أنا أسأل سؤال المسؤولين أنت تريد تسوي كورنيش وهذا راح يكلف أيضا طيب يا أخي دعوض المدنيين وبعدين أنت عندك فسحة قريبة من النهر فسحة كبيرة ممكن تعمل بيها كورنيش ليش أنت تريد تدمر معالم مدينة الموصل القديمة إلا فوق البيوت إلا يعني بالبيوت السوي كورنيش ما يصير تسويها لسموه يعني في أهد واصلا بعيدة الصير في أهد النجيفي تم بناء كورنيش قريب من جسر الرابع وهذا كان سيمتد إلى الجسر الخامس والجسر الثالث والسدة التي تقع خلف الجسر الثالث هذا كان مشروع ولكن لم ينفذ بأن سقطت الموصل بس المسافة المسافة اللي مر بيها نهر دجلب في مدينة الموصل نعم يعني كل المسافة فيه اثنين لأنه هو ضفتين عنده نعم كل هاي المسافة متكفي لبناء كورنيش إلا فوق المدينة القديمة يعني هذا السؤال توجهه المسؤولين يعني هذا الأمر يرتبط ربما بالمساجد الموجودة في تلك المناطق يعني كما ذكرت لك يحيو بالقاسم الإمام باهر أيضا هناك مناطق قريبة من المدينة القديمة المفروض أنه يساعدون الناس اللي تهدمت بيوتهم على إعادتها بالطراز الأصلي القديم وبناءها بشكل حديث نعم حتى ترجع مدينة في منطقة في تركيا نعم ضربها جلجال نعم وعيد بناؤها بجمالية خارقة أكيد وهي مدينة قديمة بنفس الطراز بنفس الطراز ولكن بمواد حديثة نعم نعم يعني أنا قلت لك الصراع على أمور كثيرة ربما هناك جهات متنفسة تضغط على الحكومة لاستثمار تلك المناطق يعني أنا أسأل من سيستثمر تلك المنطقة هل سيأتي شخص تاجر من محافظة نينوية يستثمر؟ المدينة الموصل تحولت كلها إلى استثمار ومنافع شخصية لغير شكانها يعني أسأل أهالي المدينة يقولون لا نستطيع البناء إلا بموافقة كذا وكذا 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 هذا التشويف والتأخير يؤدي إلى أمور كثيرة يعني يعني أنا أسأل لماذا هذا التشويف؟ لماذا هذا التأخير؟ يعني لماذا الاستثمار في هذه المنطقة بالذات؟ برأيي كمام ما هي مصالح هذه الجهات من الاستثمار في مناطق الموصل القديمة وتحويلها إلى كورنيش؟ يعني أنا أذكر كلام قاله السيد محافظة نجم الجبوري قال لا يمكن أن نختزل الدمار في المدينة القديمة الموصل طيب أنت اشتغلت وسويت شوارع وسويت طرقات وسويت مجارية ودد اشتغل يعني اشتغل يعني إلى حد ما جيد ولو يعني مو بالمستوى المطلوب يعني الجسور لا زالت مدمرة طيب إذا ما تختزل الدمار في هذه المدينة القديمة هذه قلب مدينة الموصل النابضة القلب السياحي القلب التجاري القلب يعني اللي ينطي جمالين مدينة الموصل يا أخي دبدأ دبلش بالأمار يعني أنت اللي تشتغل دي تجيك 400 مليار ممكن تقدر تستقطع 50 مليار أو 100 مليار من هذه الأموال يعني هما الشغلات اللي ريدون يسوي مناقلة يسوي مناقلة بهذه ما يسوي مناقلة أنت كل خطوة تعمل لك فرد 100 بيت 100 بيت مو 500 بيت لو كل مرحلة تعمل لك 100 بيت أو تعوض أهل منطقة رح ترجع المدينة زي الناس الستة أغلب الناس أنشمتها دي عمرون بيوتهم بس أكوناش ضاعت معالم أرضه يعني ما يعرف يعني ما يعرف وين صارت أرضه ولذلك يعني وأيضاً العوائق اللي اللي تواجهه من قبل الجهات المعنية أنه لاجم تاخوها فقط لدائرة فلانية ولدائرة فلانية هذا كل التأخير صراحة ما بصالح مواطن وما صالح مدينة يعني المدينة يعني من تعبر للساحل الأيمن أول ما تقابلك تقابلك المدينة القديمة ودمارها فهذه مشكلة نعم جميل جداً إذا كان هذا المشروع يخطط له لماذا تم منع الأهالي من البناء بذريعة وجود مناطق أثرية نعم هي ما حقيقت ذلك إذن؟ هي أصلاً لبيوت أثرية هي طراج لبيوت أثرية يعني نحن شايف لبيوت كلها مبنية من الإيوان الموصلي القديم نعم العقد الموصلي القديمة الأبواب القديمة يعني شنو يعني زين هذا أنت أشت فطنت أكو آثار بهاي المنطقة زين اللي من جرفت أنت يا المشؤول الفلاني من جرفت المدينة القديمة زين وخليت الناس يجون يشرقون الحديد ويشرقون محتوائتها طيب ليش يعني هذه ما أثر غير أثر يعني أنا أنا أرى أن هناك يعني مماطلة وتشويف قبل الجهات المعنية لتأخير بنا تلك الدور جميل جداً هذه المناطق مثل الميدان والشهوان والنقلعات وغيرها من أحياء الموصلي القديمة لا تزال تعاني الدمار وأهلها يعانون المبيت في العراء ما هي الحلول التي ستقدم لهذه العوائل الآن نترك المنطقة العوائل ماذا ستقدم والله هي مسألة جداً بسيطة السادة ربيع الحافظ قدم دراسة أنا قرأتها يمكن الجميع يستطيعون التلاع عليها دراسة جداً جميلة أتمنى من المسؤولين أن يطلعوا عليها أنا كما قلت له فأن يعني المسألة جداً بسيطة مساحات الدور يعني بعض الدور لا تعدو مساحاتها 30 متر 40 متر 50 متر أنا متأكد أنه مبالغ بسيطة ما تتجاوز العشملايين كفيلة ببناء بيت كامل وبالتالي لو يعني خصصت الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية مبالغ بسيطة لا استطعنا إعادة بناء هذه الدور ربما يعني يستطيعون تشكيل لجنة حالها حال اللي جان اللي سبقتها قبل 17 سنة ممكن يسهول اللي جان من البلدية ومن داية الآثار ومن الأوقاف ممكن للجهة المعنية يا أبا أنت تعال هذا بيتك طيراز قديم ابني نفس هذا الطيراز ومبالغ بسيطة جدا ممكن خلال فترة وجيزة يمكن يستطيعون إعادة إعمار ما دمرة بالمدينة القديمة تظل مساجد الجامعة طبعا هاي بعد ما يفضون الصراعات عليها ممكن هم يرجعون يقدرون يعيدوها بطيرازة القديم المعماري نعم قبل أن ننتقل إلى التدوينة الثانية ما هي رسالتكم للحكومة المحلية والاتحادية في هذا الإطار والله أن تعجل بإعادة إعمار المطق القديمة يعني هذا وجه الموصل المشرق القديم ياريت أنه يستقطعون من المشاريع يستقطعون من الأموال اللي تتخصص المحافظة نينوى ممكن يسوون مناقع نحن قبل فترة اتكلمنا على بعض الأمور اللي تتقوم بها الحكومة نعم أو حكومة المحلية في نينوى صبغ الأرصفة تزيين الجزارات الوسطية بأشجار تلجية يعني هاي ما لها داعي ممكن هذه هي تصفي جمال للمدينة حقيقة أنا معك بس أكوأك وأولويات أنا معك أولويات ممكن أسة تبلغ الشوارع أفضل من أمر أخرى الجسور يا أخي يا أخي نحن صارنا كم سنة نحكي صارنا في السنوات الجسور لحد الآن ما أعمرها عندنا جسرة الثالثة الخامس زين أنا أسأل يعني ما يقدرون يسوي مناقلة من هاي المشاريع اللي الفلوس المشاريع اللي تتجيهم يعمرون لجسر يعمرون لنا مستشفى وحدة يعني أستة المواطن الموصل اللي بس يعتز يروح على كردستان وعلى تركيا يتعالج ما صايرة هذي ومضى الثالثة السنوات يعني مو سنة و سنتين زين إدهوك عفناها سنتين الشارع الرئيس اللي بدهوك سووا بي أنفاق وجسور هاي أربيل ما أضع الشي يكمل المئة وخمسين متري زين طيب يعني هم وضعهم الاقتصادي زين ونحن وضعهم الاقتصادي ما زين عشو كل الميزانيين نحن نأخذهم متى يخذوا وهم ما عندوا ميزانيين مشكلة المطار يعني المطار مشكلة كبيرة راح أحشيلك عن المطار راح أحشيلك عن مطار وعن الذي يشير المطار مشاهدين الكرام ننتقل إلى تدوينة أخرى لضيفنا في هذه الحلقة كتب فيها الدولار صعد والسيطرات صعدت الأسعار دخول شاحنة العصائر كانت خمسة وثلاثين ورقة صارت أربعين ورقة هذه الأتاوات اللي تأخذ الظهر يعني نحن نتكلم أما سعر الكية أدوية كانت ثلاثة أوراق صارت أربع أوراق يعني شنو هاي خمسة وثلاثين أربعين هي أتاوات تأخذ يعني لو والله يشوف يعني هذا الموضوع جدا لو ثمن دخولها للمدينة لو شنو ماذا يعني أنا أتكلم لك بسرعة عامة هاي إذا المعلومة صحيحة نعم 80% من سيطرات العراق تكل ما يعبر ما تعبر شاحنة أو مواد إذا ما يأخذوا مننا فلوس هاي سيارة عاي شاحنة أربعين أورقة هاي ثثة أوراق هاي أربع أوراق هاي ورقتين إذا ما يأخذ مننا ما يأخذ مننا روح جيبنا غدا إذا ما يجيبنا غدا يوصي على فتقات يوصي على ثلاجة على تلفزيون الفساد وصل ذروته يعني المواد اللي تدخل على العراق تمر بثلاث مراحل بثلاث مراحل المرحلة الأولى من تدخل من العراق يأخذون مننا القمرق طبعا هذا شيء رسمي هذا القمرق شيء رسمي هذا رسمي للدولة المرحلة الثانية يأخذون مننا مع الكتب الكتب اللي صدروها كلها بفلوس ماكو كتاب يصدر بلاش والمرحلة الثالثة السيطر أيضا تأخذ مننا جباية طيب أنا خلال هذه الأيام اللي مضت بعد صعود الدولار الأمن الاقتصادي الجريمة المنظمة افترت على محلات وحاسبتهم واعتقلتهم وأصدروا بيهم مذكرات قبض بسبب ارتفاع الأسعاب طيب أنت ليش ما تحاسب الرئيس اللي يأخذ بلوس من المواطن من التاجر أنت تحاسب التاجر اللي يجيب مواد طبعا التاجر يدعين طيب فلوس على إصدار الكتاب يدعين طيب فلوس بالسيطرة على دخول المواد زين إذا يبطي فلوس على دخول المواد طيب هذا شي يسوي رح ينفع سعر المواد رح يضطر يزيد المواد حتى يحافظ على الربح حتى يحافظ على الربح طيب هذا ليش ليش يشتغل يا أخوان أنا دائما أقول له يا أخوان نحن عراقيين محافظة لنا ومحافظتكم طيب ليش ليش نتحاربون العالم برسقة العالم بعد وين تروح الناجة تشتغل بشرف وأمانة وأنتم رتأخذون منه مفلوس ليش طبعا الكل يعرف فيها وأنا دائما من أحكي هذا الموضوع طبعا أنت تعرف الصحفي لا يسأل عن مصادري أنا دائما أحكي يقول لك جي مني دليل جي مني إثبات يا أبو مني أجي بالدليل أنا مو شغلي أجي بالدليل وإثبات أنا شغلي أنشر الغسيل ووصخ مالكم وأنتم تعرفون كل الجيد المفروض النزاهة تتحرك المفروض المسؤولين تتحركون المفروض هذه المشكلة يعني أنا قبل شهرين جبت صوابين كان لدينا توزيع مواد من موصل نعم لنوزع العوائل اللي عادت من المخيمات أنا أيضا أعمل فيه منظمة لنوزعهم مواد من ضمنها كان لدينا مادة مفقودة اللي هي الصوابين اللي مات تعقيم وصيت ببغداد يعني سألت ببغداد موجود هذه المواد فجبتها من بغداد للموصل والله العظيم بالسيطرة ما دخلوها إلا أخذوا خمسين ألف دينار أنا منجي دحاجب السايق انطيتها مئة دولار أجور ماله مع النقل زين قال لأستاذ بعد خمسين قلت لي يا بمانيش خمسين إحنا اتفقنا مئة دولار قال لا السيطرة أخذوا مني خمسين ألف وطبعا أنا خبرت وأنا صحفي عندي علاقات هاي مع المخابرة ومع المتابعة ومع الواسطة أخذوا مني خمسين ألف طيب لو أنا ما أخبرش الموظف الواقف بالسيطرة يقل لها ما لي علاقة ذبها يعني هاي لا مواد غذائية صابون صابون طيب بكل السيطرات أكون لجان صحية تفحص المواد اللي تدخل على الموصل إذا كانت مواد غذائية وإذا كانت مواد طبية يفحصوها فقرة فقرة اللجنة الطبية والممنوعات عندهم قائمة والممنوعات طيب يا أخي ليش ترجعوا قبل أيام رجعوا أربع شيعة أربع شيعة مو المدينة ما بها دوة الأمراض المزمنة يعني قبل نحن كان عندنا مذخرة لا تتذكرها بحي رفاعي الآن مذخرة ضرب فالمدينة التي تأتمت على دخول الأدوية من كردستان ومبغضاء طيب أنت إذا تمنعها وترجع والله أنت ما عندك كتاب طيب أنا أنت شي لك علاقة بالكتاب المحاضرة للصدر كتاب محاضرة للصدر كتاب زين صحي ولجنة أكو بالسيطرة أو لجنة موجودة بالأقضاء القريبة من تلك المناطق عندها يعني لستها بالمواد المسموحة تدخل زين طيب ليس يتعقلهم المدينة بحاجة إلى أدوية المدينة مدمرة طيب هؤلاء مو أخوتك عراقيين ليس يتعقلهم وترجعهم إما هذه المواد هم تفسد هاي جاي بيها ببرادات خاصة لنا تتكلم على أدوية هاي جاي بيها ببرادات إذا تأخرها توقفها يوم يومين وثلاثة واربعة بالله ممكن يتوقف سيارة شالة سمنت أو شالة رمل أو حصوهادي ما عليشي بش أدوية وما تغذائية مو هاي تفسد مو هاي قوت الناس الدجاج اللي يدخل أيضا إذا ما دمطي كلا مبلغ ما تفوت زين نعم أنا أقول يا ناسر ارحموا الناس هذول أخوتكم عراقيين طبعا نحن دتكلم صورة عام ومحافظة نوع كل كل العراق هاي مشكلة التريل يعني صور يعني هو شريك الفاسد شريك صاحب المال والتاجر شريك الآن عرجنا على الموضوع بشكل كام من خلال هذه التدوينة كيف يجب أن تعالج الحكومة هذه المشكلة حسب رأيكم بنصف بأقل من نصف دقيقة يا أخي يعني هذا الموظف راتبه قسم منه يعني يعبر المليونين أنت عينك على هذا المواطن الفقير تاخذ منه جباه ليش يعني أنا قبل أيام إحدى الجهات اسمه بعد ما صار أنه كردستان رفضت تنطي الأموال منافذ الحدودية والتمارك نصبه مكان سيطرة زين يجي شايل ثانكية شايل أدوية يباوه على وجه ويضرب براج يقول لي أنت 400 دولار يا أبو وصف شيء يقول له لا شفتني ولا شفتك لا شفتني ولا شفتك نعم ويومياً مئات الشاحنة تدخل المحاضة نينو المسألة علاجة جداً بسيطة جداً بسيطة أضع كاميرات أجيب ناس مرتبين بحيث ما يأخذونه شواء أكو كثير ناس يعني نزهاء ومعروفين أشوي لجنة مننا زهتوقة في السيطرة ويعني حل هذه المسألة مو مشكلة كبيرة مسألة جداً 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 مصيرة ألزم لي كم واحدوا فوتهم جوه أحكمهم ويشوف الباقين يخافوا لهم يخافوا هذا الإجراء أحسن من الأول طبعاً من أمن العقاب أساء الأدب والمصيبة أيضاً تقع على أو المشكلة أيضاً تقع على عدق المواطن يا أخي لا تنطي فلوس أنت لا تنطي فلوس أنت عندك موبايل عندك موبايل صور وفضح صور وفضح نحن عندنا ما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي هي منبر حتى للسيئيين مو بس اللي اسمه طيب أنتم مكان ما اسمه أصور وفضحهم عندك موبايل صور وفضحهم مرة مرتين ثلاثة وأربعة إيدهم عن الناس يعني معرفة مدينة الموصل يعني صارت استثمار لكل من هبه ودب ديشار كل مواطنة برسقة ديشار موبا شكراً جزيلاً لكل هذا الشرح الوافي في الفقرة الأولى وهي تدوينة الضيف مشاهدينها انتهت هذه الفقرة ونلتقي بعد الفاصل في فقرة تغريدة مسؤولين انتظرونا أعدنا ويكون مشاهدين بعد الفاصل في فقرة تغريدة مسؤول في هذه الفقرة مشاهدين الكرام مسؤولنا اليوم النائب محمد صاحب الدراجي غرد قائلاً للأسف هناك بعض ضعاف النفوس يرفعون الأسعار حتى غير المستورد ويقول أدعو الحكومة إلى تفعيل الأمن الاقتصادي ومعاقبة كل من رفع الأسعار بصورة غير منطقية وأدعو شرفاء التجار إلى عدم استغلال المواطن ومنع الاحتكار وأدعو أصحاب المصانع تشغيل مصانعهم وطرح منتج وطني منافس إذا ما أردنا أن نناقش هذه التغريدة تغريدة هذا المسؤول مع ضيفنا نقول لماذا يعمد أصحاب السلع غير المستوردة غير المستوردة على رفع منتجاتهم نعم يعني حقيقة التاجر ليس له علاقة بما يحدث ارتفاع الدولار وربما تتبع البورصة العالمية لكن هذه المرة ما حدث أن الحكومة قامت برفع أشعار العملات الورقية الأجنبية الدولار وبالتالي أثرت على كل كل الاقتصاد ولكن ما حدث هو خطة غير مدروسة وخطة عشوائية من قبل العقوبة أنت تريد أن توفر أموالاً للرواتب فروقات الرواتب ما بهذه الطريقة يا أخي أنت المفروض تسوي لك دراسة جد اقتصادية تشوف تأثيرات على السوق أنا أعتقد التاجر ليس له لا حول ولا قول وربما يقصد أنه صحيح التجار بشكل عام رفع الأسعار نعم على غرار رفع السعر صرف العملة نعم في المصارف في العراق ولكن البعض منهم استغل عملية رفع الأسعار نعم إلى عملية إلى رفع غير منطقي أكيد حتى ليختلط الحابل بالنابل يقول لك هما رفعنا بهالحجة رفعنا خلي أرفع زيان نعم يعني هذا يمكن أن يقصد هذولا نعم نعم يعني كلام منطقي ولكن الأمر أيضاً يقع على عاتق الحكومة الحكومة يجب أن تحاسب من يتجاوز على قوت الشعب قوت المواطن يعني إذا كانت أسعار رفعها أسعار فعاشة أكيد أكون هناك من اقتصادي الجريمة المنظمة ربما تستطيع محاسبتهم قبل أيام قبل يومين نزلنا تغريدة حول مكاتب السيرفة نعم مكاتب السيرفة تنطي الموظفين تسلمهم بالدولار وهذا يضرب هذا هما مسلمين فلوس نقد وشلموا بالدولار طبعاً نزلنا تغريدة كانوا مشكورين الأمن الوطني في محافظة نينواء المفروض هو الموظف ما يقبل يستلم بالدولار الأمن الوطني قاموا بتحرك شريع نعم حقيقة يعني يعني عملوا زيارات أو مداهمات على أصحاب السيرفة وقعوهم على تعهدات خطية أن لا يسلم الموظف بتاقة الكيكارت بالعملة الأجنبية طبعاً كانت خطوة جيدة مشكورين على محاسبتهم هناك نقطة راح يقول لك أبو المنفذ راح يقول لك والله هو راد بالدولار لا الموظف راد بالدولار يعني ما تشعر أمطي يعني هي أصلاً هي هذا الوطنيات هي أكبر عملية السرقة يعني شنو توطين الرواتب إحنا موعدنا مصارف حكومية شنو أنتوا جايبين مكاتب ومخلين بيها الفلوس الفلوس مع الموظفين تبوقوا منا وهو بكيفة كل مكتب طبعاً بكيفة مكتب يأخذ على ستلاق مكتب يأخذ خمس طعش مكتب يأخذ خمس وعشر مكتب يأخذ الفين ونصرية المزاجية طبعاً بالتأكيد لأن ماكو رقابة ماكو محاسبة وهي أصلاً هذه المكاتب التي وجدت للسرقات والفساد والمنفعة ولو تبحث عنها تلقى صاحبة مسؤول أنا متأكد من هذه المسألة تلقى صاحبة مسؤول متنفذ بالحكومة سوى هذه الخطوة حتى دي استفاد يعني يعني إلى متى يعني يبقون يحاربون المواطن حتى حتى المكاتب الأهلية أيضاً يحارب المواطن برسقة وبراجبة ومعاشة يعني أنا أسهل هذا المتقاعد إذا انطاب الورق يعني مثل انطاب الدولار ما يخافون من الله هاي مشكلة كبيرة يعني قلت لك يعني المشكلة الكبيرة تقع على أدق الحكومة من أمين العقاب أساء الأدب أنتوا لا تصعدون الدرار ولا تحاسبون اللي يشتغل الوضع هذه المشكلة كلها أساسة الحكومة لأن هذه لم تكن مدروسة كانت بشكل عباد عبادة عبثي وبدون دراسة مسبقة جميل نرجع إلى التجار وتعقيباً على تغريدة النائب محمد صاحب الدراجي ألا يوجد رادع قانوني يمنع الاحتكار واستغلال المواطن في قوته اليومي؟ لا يوجد استلاع قانوني هم إذا تجي على هو يوجد يعني في القانون العراقي هناك فقرة تمنع ولكن لا يوجد تطبيق لهذه الفقرة ما دام موجود محسوبية ومنسوبية وهذا خطيئة وهذا على باب الله وهذا كذا ما رايح حسبه نحنا لو نتحدث أصل المشكلة المسؤولين فاسدين يعني أنا من عام 2003 إلى حد الآن أنا أعرف مسؤولين تغيروا أربع رؤساء هو لازل لازق بالكرسي أربع رؤساء أمريكان تغيروا اللي هو كلينتون أوباما وترامب وبايدن وهو لازل بكرسي أربع رؤساء أمريكان تغيروا طيب هذا إذا موجوده ما أشعج هذا المسؤول الفاسد الشرح يغير هذا ماشي على نفس الدزاين اللي ماشي عليه قبل 17 سنة الشرح يغير يحاسب من؟ يحاسب شركاءه؟ يحاسب فساده؟ الخلل ليس في القانون القانون وجده منذ نشأة الدولة العراقية 921 بالتأكيد وربما قبل ولكن تطبيق القانون من قبل الموجودين الآن المسؤولين هو هذا الخلل أنا قلت لك أننا قبل فترة قبل أيام رحت عنا بيونس سوينا جلسة مع أستاذ زهير العراجي قائم مقام الموصل الرجل وعدنا أنه يدخل العربين اللي داخل اسمه والرجل وفه بوعده ودخل العربين في ساحة مخصصة للباع متجولين بس أنا رحت قبل أيام نفس الفوضى دخلونا خمسمائة عربانة وألف عربانة برا طيب هؤلاء هلكيات الواقفين يعني ما تقدروا تخصوهم فتساحة ليش هالفوضى هذه معقولة مدينة يعني يدورها أشخاص ما يعفون يعني أنا دائما أقول سوء إدارة يعني أنا من أنتقد مسؤول صدقني لا أنتقص منه ولا أتكلم عليه ولو نحن تهدين على من تتكلم على مسؤول أقاضيك أشتكي عليك بس عندها القوانات مقام ما يروح القوم لأوجاج يقاضيني واشتكي عليك صحيح طيب أنتو أنا سألت أحد مسؤولين قلت له هم عندكم مجلس لتنظيم المدينة وها قال طبعا عندنا مجلس قلت له واضح يعني من الفوضى أنه وعدكم مجلس المسألة مسألة سوء الإدارة المسؤولين يعني أنا قبل فترة حشيت على التريالات ثانيهم راحوا منعوهم يا أخي لا تمنعهم أخي عجل ببناء الجسور عوف كل شي ابني جسر طيب إحنا شو نتكلم على الفساد أنا الآن الأخوة الأجهزة الأمنية واكفين على جسر الجسور مسوين سيدرات أكو بالدنيا كلها واحد يسوي يسيطر على فوق جسر ترى ما صار هذا هذا الفساد بعينه السيارات ما تجي توقف ساعات على الجسر أشي يقول لك لا هاي سيارة سغيرة ما تأثر لا تأثر سيارة حتى سيارة الصغيرة تأثر لأنه كمية من السيارات وفق لمدة طويلة خمسمين سيارة 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 يا أخي اسحب سيطراتك خليه بالبداية وبالنهاية أنا أدعو السيد قائل الشرطة لرفع السيطرات من فوق الجسور خليها يا أخي بالبداية ووحده بالنهاية وكان الله يحب المحسنين أنت بتتخلي هاي السيطرة فوق اسموه هيا جسورة مدمرة وهالمرة انت تتخلي سيطرة فوق الجسر ممكن أن يوقف لي رجل مرور واحد مكان الممر اللي يعبر بيه منها رجل مرور ومنها رجل مرور حتى يمشي سيارة سيارة أخو بعض الشوارع اتضررت بشكل كبير من جراء وقوف السيارة الشوارع اللي هي جوها تيكلة محدولة واللي حتى التبليت صدق السوى التاخب من يم الحي العربي نعم التبليت صار زجزاق بسبب ثقل التريلات والقلابات زين هذا إذا بأرض قوية ومحدولة وجواها ماكو فضاء ماكوش وصار هيكي بالشارع زين بالجسر جديس استاد غزوان راح اقلك فاتشغلة نعم احنا من عام 2003 شنو اللي اضافوا المدينة اذا اضافوا بناية دمروا ميت بناية احنا من وقت قبل سقوط النظام عدنا ست جسور ولا زال ست جسور بل دمرت الجسور يعني انا اقول انا اقول انه هاي المشاريع الموجودة ترى كلما النظام البائد ترى كل شي ما اضفتوا انتم كلما النظام الدكتاتوري البائد اللي كل المشاريع والطرقات كلما سوتوا بلطوا شارع دمرتوا بسيازته دمرتوا جسور كلها دمرتوا كل مدينة ما بيها مستشفى مدينة من اصل من اصل 18 مستشفى فقط اعادوا مستشفيات اثنين اللي هي تلعفر والحمدانية فقط باقي المستشفيات كلها مواقع بديلة كارفانية طيب هال فو اسم الكارفانات اللي صرفتوها مو كافينا ببناء مستشفى او بناء ربع مستشفى احنا قبل فترة تناقشنا بهذا الموضوع احد المسؤولين كبار المسؤولين قلنا له يابا سوي مناقلة ابنينا مستوصف نموذجي فالرجل زعل ومساعل منشور استاذ ياسر حتى حتى نكون منصفين في كلامنا يعني احنا مدى نوجه كل هذا الكلام الى الحكومة المحلية الحالية فقط لا احنا عدنا نواب عدنا 34 نائب نائمين كلامنا خليكون مركز على الحكومة المحلية السابقة التي اهدرت الاموال وسرقت الاموال برئاسة العاقوب و 76 مليار وهو الان ممسوء وين الفلوس؟ لا هسا خلي لحظة هسا هو مو ملزوم بالسلطات الامنية الفلوس غير يرجعوهم اخي طام الكبرى انه يحكموهم مع ايقاب التنفيذ طيب فلياساتنا وين هم؟ رجعونا فلياساتنا رجعونا فلياساتنا يطلع مسؤول يتبجح في التلفزيون يعتذر للشعب العراقي انا ما رد اعتذارك خلي اعتذارك انت اصلا مو مؤدب انت لو كنت مؤدب موت تشرق لقوة الناس رجع الفلوس وبعدي اعتذر ومريدك احنا ان شاء الله بالانتخابات القادمة ان شاء الله ياريت الناس ما تنتخب اي واحد قديم اي واحد قديم مستهلة ما تنتخبها لان كافي هاي 17 سنة يعني بعدش قد بعد المشكلة المشكلة بالفاجدين الموجودين بالسلطة هذه المشكلة انا صدقني انا يعني اصلا احنا عدنا 34 نائب بالبرلمان كهرباء وماذا يدعون بحقبة كهرباء يعني الباحة وصلت الكهرباء بالموصل ساعتين فقط واي خلل يصير بالعراق اي خلل يصير بالعراق يستقطعهم محافظة نينوها محل يتحدثوا داعب الكهرباء فقط شخص واحد اللي هو الاستاذ المهندس احمد القليجي هذا الشخص قال يا ناس نحن الكهرباء حصتنا منذجين بشكل اسمه وطبعا الكهرباء مثل بورسة صعد نازل الميجاواط معلتها الطاقة الانتاجية تصل الى اكثر من عشت الاف وخمسانية ميجاواط لكن حصت محافظة نينوها حال حال محافظة صلاح الدين وهي ثاني أكبر محافظة وكل المسؤولين يخافون كل المدراء كل المسؤولين يخافون ما يخاف يخاف على الكرسي مالتر وذلك بيتكلم الحق شكرا جزيلا لكل هذا التوضيح أستاذ ياسر مشاهدين الكرام فقرتنا انتهت ننتقل الى فقرة اخرى وهي فقرة ترند العراق لكن بعد الفاصل عدنا وياكم مشاهدين بعد الفاصل في الفقرة الثالثة من برنامج وهي ترند العراق على اثر قرار حكومة الكاظمي رفع سعر الدولار اشتاحت الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة لما ذلك من عكاسات سلبية على الواقع المعيشي للمواطن البسيط ذلك بسبب ارتفاع سعر المواد الغذائية على اثر هذا الرفع أمر جعل نشطي المواقع الاجتماعي يتداولون هاشتاك بعنوان انتفاضة الفقراء تصدر قائمة للترند في العراق على امتداد أيام استنكر فيها ناشطو هذه المواقع الإجراءات الحكومية الأخيرة واعتبروها تجويعا لطبقات الشعب البسيطة داعين إلى انتفاضة للفقراء توقف هذه الإجراءات من هذه التغريدات التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجد تبارك كتبت تقول كيف يستطيع الموظف أن يشتري مستلزمات المعيشة وسط تخفيض الرواتب وغلاء الأسعار وكلاهما حصلا في وقت واحد ومن دون أي مقدمات إن السياسة النقدية المتبعة قد تجردت من الرحمة والتعقل والعدل وهي مستفزة للكسبة والموظفين والفقراء والمحرومين أيضا سرمد الجبوري قال أقيلوا حكومة التجويع والفساد والتقشف دافعوا عن لقمة العيش دافعوا عن قوة عيالكم أم مصطفى كتبت قائلة أنت يا التاجر خلي الله بين عيونك حكومة ظالمة وأنت تصطفوي الحكومة عندك مواد ما أخذها بسعر الدولار القديم ليش صعدت السعر على جارك وبن منطقتك مو هذا كل أكل سحت وما دمر العراق إلا ما للحرام المليء ملء البطون بس هو اللي يصعد الأسعار بمحرم وبرمضان يبقى جشع وما يراعي ضرف الفقير محمد حسن الطائق قال إغلاق جميع مداخل موقع شركة توزيع المنتجات النفطية في البصرة المفتية من قبل خريجي الكليات الهندسية للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم حسين هوبي كتب قروض المصارف للناس هم مشمولة بالتخفيض يا حكومة الكاظمي مجموعة هذه من الهاشتاغات على موقع اسم انتفاضة الفقراء في ترند العراق هذه الهاشتاغات سنناقشها مع ضيفنا من خلال مجموعة من الأسئلة نقول ما هو رأيكم في هذا الهاشتاغ؟ نعم يعني الناس تتكلم من أرض الواقع أنا كما ذكرت لك قبل قليل نعم أن العملية رفع الدولار مقابل المبالا العراقية كانت عملية عبثية وعشوائية وغير مدروسة وبالتالي سببت الكثير من المشاكل في الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم مع وجود البطالة مع ترد الخدمات مع أمور كثيرة أضافت إليها هذه الخطوة الغير مدروسة والعشوائية والتي أخدمت عليها الحكومة العراقية بسبب تأمين مبالغ لرواتب طبعا إحنا ما عدنا أي عجز وما عدنا أي سيولة موجودة والأموال موجودة ولكن الفساد الموجود أكثر من ما موجود لو أخذنا الموارد التي موجودة في العراق موارد كثيرة الجبايات الضريبات المنافذ الحدودية أنا سأقول لك دراسة بسيطة عددتها عدد سكان العراق أربعين مليون نسمة عندما يأتي المواطن لاستلام المواطن الغذائية كل شهر يعطي للوكيل خمسمائة دينار كل فرد يعطي خمسمائة دينار إذا كان عدد أفراده خمسة يعطي مبلغ ألفين وخمسمائة دينار لو جمعت هذه الأموال يصبع عندنا من مجمل أربعين مليون عراقي عشرين مليار دينار عراقي هذا بالشهر واحد طيب سنوياً يعني يصير مئتين و أربعين مليار دينار عراقي سنوياً هاي بسم المواطن الغذائية طيب أنت عندك منافذ عندك المرفأ ما البصرة عندك أمور كثيرة سياحة نهرين سياحة دينية و سياحة ترفيهية الآن في المحاكم نهرين عظيمين الأموال التي تأخذ الزراع الأموال التي تأخذ من المعاملات تكاتب عدل بالقضاء يعني لو تحسبها ملايين دولارات أين تتبعين الأموال؟ لدينا الكثير من الأوقاف أيضاً تتبعين الأموال الأوقاف لا يوجد أي عجز طبعاً قبل أيام هذا خبر مؤكد محافظة البنك المركزي يطلق قروض جديدة بقيمة 3 تلليون دينار تستهدف الطبقة المتوسطة وفقيرة لشراء الشقق وبناء الأرض وبفائدة واحد بالمئة طيب أنت عندك عجز 63 تلليون دينار أي ما يعادل 42 مليار دولار أمريكي طيب أنت عندك عجز ما تطلق هذه القروض 3 تلليون؟ طيب إذا أنت أطلقتها لماذا الطعام الناس حرام؟ تأخذ فائدة واحد بالمئة ونحن بلد إسلامية والشريعة الإسلامية تحكمنا والقوانين الإسلامية تحكمنا الطعام والمواطن حرام؟ عندما عندك عجز ما تطلق قروض؟ إذن لا يوجد أي عجز الأموال موجودة والسيولة موجودة والحرامية والفاسدين أيضاً موجودة كيف ستتسبب الإجراءات الحكومية ورفعها سعر الدولار في تجويع المواطنين؟ بهذه الطريقة من يدفع في اتجاه هذا الإجراء ورفع هذا سعر الدولار برأيك؟ يعني أنا أرى أن مجموعة من الفاسدين يحيطون رئيس الوزراء يرفضونه بأفكار خاطئة لمصالحهم الشخصية لو نرى قبل التفاع أسعار بسمه البنك المركزي كان يفتح مزاده يومياً يبيع للمصارف الأهلية لو نسأل من هذه البنوك التي تشتري الدولار؟ كان يطرحه الدولار بـ 119 ألف الورقة المقدية الواحدة بـ 100 دولار بـ 119 ألف وبالسوق كان 124 ألف يعني البنوك من كل 100 دولار يحصل 5,000 دينار عراقي طيب من هذول أصحاب البنوك؟ لو تسأل عليهم راح تشوفهم مسؤولين فلان نائب عند أبونك فلان وزير عند أبونك فلان المواطن لا يجب أن تكون شيء من شراء الدولار وبيعه من وزاد العالمي هاي قبل ارتفاع أسعار الدولار إذن هي عملية عملية فساد 100% ما مدى إمكانية على أثر كل هذا الذي حصل؟ ما مدى إمكانية حصول تحرك للطبقات الفقيرة؟ والله يا أخي نحن لدينا خبراء اقتصادين في العراق لدينا فلاسفة ولكن في المقابل أيضاً لدينا أغبياء يخططون لصالحهم الشخصية يعني أنا أرى أن سيد ريسول زراع عليه إبعاد هؤلاء الفئة التي توهمه والتي أنا أعتقد أنه هاي مفكرت ريسول زراع أكيد هاي جاءت من دراسة عفوا لم تأتي من دراسة ولكن جاءت من أشخاص وزير المالية يقول المواطن البسيط ما يتأثر شو ما يتأثر؟ إذا المواطن البسيط عنده تقاعد راح ينقطع مراتبة إذا المواطن البسيط يعيش على قوة يومه ومن ترتفع أسعار المواطن هاي يتأثر لو ما يتأثر؟ يعني تصريحات غير منطقية وتصريحات عبثية وتصريحات عشوائية مخجلة طبعاً لا يمكن لوزير أن يقول هذا الكلام عيب يا أخي عيب أنت أكيد أنت كنت عايش بلندن وعندك الدكتوراه بالاقتصاد تجي هنا تتكلم هذا الكلام السخيف؟ يعني مع الأسف وقت يعني يقول ما يتأثر المواطن أبداً ما يتأثر إذا قصينا مرات بل لأنه هو ما يقيس على المواطن سيقص على جيبه هو شي يقول يقول أنه المواطن متعلم أنه كل سنة يسافر هالسنة خليلي يسافر وين يسافر؟ وين وين المواطن؟ المواطن حتى إذا سافر بغداد يقضي للمعاملة ويقطوه ناكا بالمعاملة لا يسافر الدول الأوربية أي دول الأوربية من ينطفيز العراقي أخي؟ من هو يستقبل العراقي؟ من هو يستقبل العراقي؟ هم لقمة أيش؟ هو يقيس على نفسه لأنه عنده جواز لبلوماسي وعنده أموال وعنده جاه وعنده سلطات ولذلك يقيس على نفسه لا تقيس على نفسك عمي يقيس على المواطن البسيط الفقير شكراً لكل هذا التوضيح ضيفنا ياسر الحمداني مشاهدين الكرام انتهت فقرتنا نذهب إلى فقرة أخرى وهي فقرة مشهورات سلبية ولكن بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل حلقتها اليوم من برنامج مدونون وصلنا إلى فقرة مشهورات سلبية في فقرة منشورات سلبية هناك منشور في صفحة سوالف مصلوية عتيقة عمر البوتاني يقول أنا طالب مرحلة أولى صدق اللفة بالكلية بثلاثة آلاف يصير أجيب إياك ليتشا من البيت هذا المنشور واحد من المنشورات السلبية أيضاً منشور سلبي آخر يقول أيضاً في صفحة سوالف مصلوية عتيقة عمر الجمال يقول كما موضح أمامكم صورتين لفئة الخمس وعشرين ألف دينار يقول عموا لفتين فلافل وكثر لصاص هذه المنشورات يراد بها الاستهانة بالعملة العراقية أولاً ثانياً بكل ما يحصل في هذا البلد من رفع أسعار ولكن ليس بهذه الطريقة التي تسيء إلى صاحبها قبل أن تسيء إلى المجتمع وإلى فئات المجتمع العراقي إذا ما نقشنا هذين المنشورين السلبيين الذين نشراء على صفحة سوالف مصلوية عتيقة نناقشهما مع ضيفنا في هذه الحلقة أستاذ ياسر الحمداني نقول بالنسبة لهذين المنشورين أين تكمن السلبية فيهما؟ برأيك يعني بسبب عبثهم وغبائهم والخطوات الغير مدروسة أصبحنا فرجي يعني الكل ينتقدون الحكومة يتحدثون عنها بسهول في بغداد يوم أمس وقبل يوم أمس خرجوا تظاهرات في الأسواق المعروفة في بغداد وخرجوا المواطنين أيضا أمام البنوك ليطلبوا من الحكومة العدول أو إرجاع الدولار كما كان عليه يعني أنا أتعجب يعني أنتوا ليش تصعدون قيمة الدينار العراقي أمو كان ما تنزل الدولار تسوي مثلا المئة دولار تسوي بخمشين ألف أنت الصعدة؟ طيب وين؟ يعني الدينار العراقي ليس فيها أي قيمة يعني أنا قلت لك كل الخطوات التي تقوم بها يعني خطوات عشوائية وغير مدروسة طيب نحن العراق فرغ من الخبراء الاقتصاديين جايب لي واحد ما يفتهم وين أكو المتردية والنطيحة وما أكل السبع منها تجيبها تخليه بمنصب حساز ترى ما صايرة هي شيء بالكون كلها ما صايرة هاي الإمارات هاي دول الخليج مو أحسن من الأدنى هاي تركيا يا أخي هاي تركيا تركيا اقتصادة مو متل اقتصادة ما عندنا نفض إحنا لو نتحدث بس على فلوس النفض نتعيشنا آخر 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 مورد ينفذ بالعالم هو النفط العراقي وإحنا شو لا مستبادين مننا لا ماخذين حقنا ولا دعمين اقتصادهم هذين المنشورين صدراء من طالبين كيف يمس ذلك من كرامة الطلاب يعني بالتأكيد يعني نحن نعرف الطالب راح للدراسة يعني يفتقر إلى المادة أبوي يشرف عليه أخوي يشرف عليه طبعا يعني مبدئيا هذين المنشورين لا يمثلان آراء الطلاب في مدينة الموصل لأن الكثير من الطلاب ناس محترمين ويذهبون للدراسة فقط ويسعون لي بس هو من حق ينتقد وينتقد نعم ولكن ليس بهذه الطريقة السلبية المهينة يعني شنو الرد يكون يعني يعني إلى الحكومة تصرفت هذا التصرف الغير منطقي شنو راح يكون رد يعني يعني ممكن الطريقة التي انتقدوا بها طريقة ربما غير لايقة ولكن يعني اللي يدق الباب يشمعت جواب نعم يعني الحكومة تتحاول تهين مواطن تتحاول تحاربها برزقة تتحاول تحاربها بمعيشتها يعني شون يكون الرد يعني مثل يروح آخر التحيين مثلا يعني باسلوب آخر يعني ألا يؤثر ذلك على مردود الطلاب بالتأكيد 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 أليس الأجدر بهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه المشورات أن يتحدثوا عما ينفع المحافظة عوض الحديث عن مواضيع ته فيها أنا أسألك شنو ينفع المحافظة المواضيع التي تحدثت عنها في الحلقة مثلا بناء الجسور حث الحكومة المحلية على بناء المشاريع الأخرى المهمة عزيزي بزعنا من الكلام ونحن نحكيه وماكو كل ماكو كل ماكو كل يعني هما يجيبون الشخص الغير مناسب بالمكان مناسب والزمان غير مناسب يعني لكن هذه عملية تقويض عزيزي سوء إدارة أنا دائما أقول سوء إدارة سوء إدارة سوء إدارة سوء إدارة يعني كيف يمكن النهوض بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل عدم تكرار بالمناسبة هذا البرنامج هو للنهوض بمواقع التواصل الاجتماعي وبالأطر والآلية التي يستعملها الناس وأيضا الحفاظ على أسلوب الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والنشر يعني كيف يمكن النهوض بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل عدم تكرار مثل هذه المشورات السلبية ونشر منشورات تسام في إصلاح الواقع إصلاح رزوان هذا الموقع التواصل الاجتماعي موقع حر لكل من يتحدث ولكن عليه أن يلزم الأدب والأخلاق وأسلوب الحديث وعليه أن لا يستخدم طريقة السب والقذف والشتم وهذه عيبة إحنا كعراقيين وكمسلمين عيبة أنه واحد يعني أنا أشوف بعض الشرات تنشر أنا أنشرة ينزل عليه سيلة من الانتقادات والتهجمات والتهديدات وأيضا المسبة طيب يا أخي أنت عندك لسان أنت أمو كان لس صير مثل المسؤولي الذي تحتي عليه يروح يقاضيك ويشتكي عليه نعم صير بطل وسبب وجاومه بجواب وكون أثقف عنده منطقي جواب منطقي إذا هو ما عنده منطق وفعلا هو إذا ينتقدك بطريقة غير لائقة مثلا نعم أنت تكون شخص محترم وانتقده بطريقة لائقة جي أما هذه الأشاليب يعني حقيقة يعني هذه نعم يقال أن الكلام شفت المتكلم هو يتحدث عن نفسه إذا كان يشتوبه غير لائق فهو يتبع نفسه نعم شكرا جزيلا لكل هذا التوضيح مشان الكرام انتهت هذه الفقرة ننتقل إلى فقرة أخرى وهي فقرة ثقف نفسك ولكن بعد الفاصل قبل أن نذهب إلى فاصل نود أن نشكر ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ ياسر الحمداني على كل ما أبداه من طروحات شكرا جزيلا شكرا جزيلا ونقد بناء لأداء المسؤولين وأداء الحكومة ونتمنى أن نلتقيك في حلقات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نلتقيكم بعد الفاصل موسيقى عدنا وياكم مشاهدينا بعض الفاصل في فقرة تقف نفسك في هذه الفقرة هناك تغريدة على موقع تويتر نشرت على صفحة تاريخ بلاد ما بين النهرين يقول فيها أوروكاجينا هو أول ملك في التاريخ يصل إلى سدة الحكم عبر الشعب وليس الوراثة الملكية ففي القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد قاد الشعب السومري في لقش ثورة إصلاحية لتحسين الواقع الاجتماعي ما أسفر عن خل الطبق الحاكمة برمتها واختيار الجموع الثورية أوروكاجينا ملكا جديدا أوروكاجينا هو أحد ملوك سلالة لقش الأولى صاحب أكبر إصلاح اقتصادي واجتماعي لحد الآن حيث حكم في حوالي سنة 2400 قبل الميلاد ويسمى أيضا أورو نيغنا وكذلك إيركاجينا هو حاكم سومري لمدينة اللقش في بلاد سومر تابع لأوما نجح في اعتلاء الحكم بعد أن ثار مع سكان اللقش ضد لوغال آندا الذي ساد الفساد في عصره عند تولي أوروكاجينا زمام السلطة أعلن أنه وصل للحكم بمساعدة الشعب وسرعان ما شرع أوروكاجينا شرع مجموعة كبيرة من القوانين التي تضمنت حقوق أصحاب الملكية وإصلاح الإدارة المدنية والإصلاحات الأخلاقية والاجتماعية والقضائية أيضا وحيث منع أوروكاجينا السلطات المدنية والدينية على حد سواء من الاستلاء على الأراضي والسلع للمتخلفين عن دفع الديون وأنهى تدخل الدولة في مسائل مثل إجراءات الطلاق وصنع العطور كما أقال العديد من المسؤولين الفاسدين وصادر العقارات التي استولى عليها الحاكم المخلوع كما أقال العديد من موظفي الحاكم بما في ذلك المشرفين على ضرائب الحبوب وطرد الكهنة المرتشين ومشرفي المعبد الذين تقاسموا عائدات الضرائب مع الحاكم المخلوع ووضع قيودا على المبالغ التي يجمعها الكهنة في الشعائر الدينية ورسوم دفن الموتى كما الغاديون العبودية وأعلن العفو العام لمواطني لقش بالإضافة إلى قيامه بتقديم الصدقات للفقراء والمسنين دوينت جميع إصلاحات أوروكاجينا بعناية على المخاريط المعروفة بمخاريط الحرية حيث تعد هذه الإصلاحات الوثيقة الأولى في التاريخ والتي حددت الحقوق القانونية للمواطني في وثيقة الإصلاحات هذه ذكر أول مفهوم للحرية في التاريخ وهي كلمة أماجي والتي تعني حرفيا العودة للأم هذا المصطلح كان يستخدم في وقت مبكر في بلاد ما بين النهرين الإشارة إلى تحرر الشخص من الدين حيث استخدم الملوك المديونية عن الضرائب كوسيلة للسيطرة على الناس لخدمة الملك وإعفاء شخص من الدين تعني أنه أصبح حرا وقادرا على العودة لمنزله بعض المؤرخين يعمدون إلى تصوير أوروكاجينا كقائد لثورة شعبية للأحرار ضد الأرستقراطية وملاق الأراضي الأثرياء فيما يؤكد مؤرخون آخرون على دوره في انتقال السومريين من اقتصاد المعبد إلى مجتمع علماني أكثر حداثة مبني على أساس السلطة الحاكمة حيث كانت المعابد سابقا هي المراكز الإدارية للحكومة مشاهدين فقرتنا انتهت وبهذا تكون حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مدونون أيضا قليل انتهت والتقان وياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة من هذا البرنامج إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة